لا أظن أحد منكم كائنا من كان يفترض أن يكون زيادة على الحياة إن لم تزد شيء على الدنيا كنت أنت يا أخي ويا أخي الزيادة عليها يا الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يعطيكم الصحب العافية وجودكم مباركة إن شاء الله كيف حالكم إن شاء الله تمام هذا الإقانة الثالث سألتكم بالله العلي العظيم قبل ما تروح على الثالث لازم تكون اللقاء الأول مراجعه تمام والثاني مراجعه تمام والثالث الآن هذا عشان نشتغل فيه شغل صح وقبل الأول والثاني والثالث في عنا الفيديو التعريفي ضروري جدا لأنه قروباتكم الآن اختلفت خلاص يبلش الشغل الآن كل من يمشي لقدامي يبلش ينتظم بطريقة إن شاء الله تعالى ممتازة أفضل بعون الله لما فيها خدمة لكم الله يوفيكم يصر أموركم هلأ اللقاء الثالث إخواني مبني على اللي قبله طبعا وصلنا إحنا في اللقاء الثاني أنه أفعال بي am is are was where be ben الاستخدام حسب الإيش والإيش الزمن والفاعل الزمن والفاعل الزمن والفاعل الزمن والفاعل الزمن وإيه والفاعل الزمن وإيش والفاعل طيب الآن حكينا am is are زمنهم مضارع was where زمنهم ماضي be اللي هو الأساس وبين اللي هو الفورب 3 التصريف الثالث من الفعل هلأ بدنا نأخذ شغلة معينة أنه أفعال بي ايش بي جي بعدها يالله شو مهم هذا في القواعد وفي القطع وفي الإنشاء وفي المشتقات وإلى آخرين الآن إخواني عشان نربط ربط علمي صحيح الله يرضى عنكم يا رب هلأ الآن حرف الجرب العربي يتبع بإيش المفروض اسم مجهور المضاف مضاف إليه يوم الأحد يتبع بيوم الأثنين الآن خمسة الشهر يتبع بستة الشهر بعد رمضان في عيد كل نبضة قلبه أنتم بخير دائما إن شاء الله دائما وأبدا الآن إذن المفروض بعد كل شيء في الحياة بيجي شيء علمي ومنطقي آخر هلأ تعالوا على أفعال بي لما أنا أستخدم آم وإزوار وواز وير بيبن إيش ممكن ييجي بعدهم أفعال بي أو أي شكل من أشكاله أول شيء يا سادة يا كرام ممكن ييجي بعدهم إشي اسمه ناون 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 اللي هو الإسم ناون الإسم هاي اللي هي أول شغلة إذن ناون المقصود فيها اللي هي الإسم اللي نختصرها بأن الآن هاي اللي هي أسم تعالوا بالله عليكم لما أجي أحكي هون الآن they are they are teachers الآن طلابي الله يسعدكم ويرضى عنكم ويهدي بالكم إن شاء الله حاليا في الجملة اللي أمامنا هاي are هذا اللي هون فعل بي أجي بعده teachers معلمين اللي هو أسم طب الآن أنا كطالب توزيهي يعني أنا بعرف أنه teachers معناه معلمين طب لو جاب لي كلمة impressionism مثلا شو معرف لينها اسم criticism شو معرف لينها اسم أصبروا مش وقته إذن أول معلومة بعد فعل بي ممكن يجي اسم هاي المعلومة الأولى طيب تعالوا نشوف المعلومة الثانية بعد فعل بي ممكن يجي يا سادة يا كرام إش هي اسمه adjective والمقصود فيها الـ adjective اللي هي أج والمقصود فيها اللي هي صفة إذن adjective اللي هي الصفة تعالوا بالله عليكم خلينا نشوف هذا المثال الآن لما أجي أحكي هون مثلا الآن she is good she is good هي جيدة هي ممتازة she is good وين فعل بي هاي فعل بي أجي بعده good good عبارة عن إيش هاي اللي هي عبارة عن صفة اللي هي adjective إذن فعل بي ممكن يجي بعده واحد اللي هو noun اسم ممكن يجي بعده اللي هو adjective اللي هي صفة على فعل بي إخواني ممكن يجي بعده نقطة رقم ثلاث إشي اسمه pre-positional الآن phrase pre-positional phrase المقصود فيها يا أهل الخير اللي هي شبه جملة من الجار والمجرور شبه الآن شبه جملة من الجار والمجرور هذا من الجار والمجرور الجار والمجرور رقم ثلاث يعني يا حضرات الله يرضى عنكم عشان نقدر نفهم هاي بطريقة صحيحة مية بالمية تعالوا الله يسعدكم يا رب ويهدي بالكم الآن على هذه الجملة الآن ذاهبتوا الآن إلى السوق يا رب بسم الله بسم الله الآن محترمين محترمات الآن هاي إلى عبارة عن حرف جر طيب هون السوق هذا اللي هون اللي هو اسم مجرور حلو الآن هذا الكلام اللي هون مع بعض هذا اللي هون إيج اللي أسم اللي هو شبه أيش أخواني شبه جملة من الجار والمجرور ليسميناها شبه جملة من الجار والمجرور الآن تركيبة معينة بدأت حرف جر والاسم اللي وراها إذن أخواني يلا يلا حرف الجر والاسم اللي وراها شصموا مع بعض شبه جملة من الجار والمجرور حرف الجر والاسم اللي وراها شبه جملة جار والمجرور حرف الجر والاسم اللي وراها شبه جملة من الجار والمجرور تعالوا بالله عليكم غلبتكم يلا الآن مررت بأكثر من طالب الآن هاي اللي هون يلا يا حضرات الآن الباق حرف جر هذا اللي هون اسم مجرور هذا اللي هون طبعا أكثر مجرور بالفتحة هون لأنه اسم تفضيل الآن إخواني يلا هذا شو اسمه شو بتسميه اللي هو شبه جملة من الجار والمجرور إذا شبه جملة من الجار والمجرور طب شو علاقته في الإنجليزي؟ بالله عليكم لو لقيت أنا تركيبة معينة في عندها مثلا هون is at home يلا بسم الله بسم الله إخواني هذا اللي هونجو هذا اللي هون؟ الآن فعل بي. هذا فعل بي الان حضرات i at هاي اللي هون عبارة عن حرف جر طب هاي اللي هون عبارة عن اسم مجرور بدي طالب مزقرت الآن شو بنسمي إخواني الله يسعدكم ويرضى عنكم يا رب هاي التركيبة مع بعض شو اسمها هاي؟ اسمها اللي هى شبه جملة جار ومجرور شبه جملة جار واييش حضرات artificial إذاً هاي اللي هونよろしく جملة جار ومجرور هذة حرف جار بعد اسم مجرور أاذا لاحظوا في الألبيge شبه جملة جار ومجرور طيب تعالوا يا طلابي المحترمين الله يسعد ديه crochetsيكوا على هاي اللي اليون يلا الآن لو حكينا على سبيل المثال الجملة التالية الآن he is at home يلا بسم الله الرحمن الرحيم بدي طالب مفتح صح يطلع لي هون فعل بي الآن فعل بي اللي هو is طب شو هاي اللي هون عبارة عن إيش هاي حرف جر طب شو هاي اللي هون عبارة عن اسم مجرور طب يا حضرات تعالوا بالله عليكم الآن سؤال القوي شو هذول الثنتين الآن مع بعض شو اسم هما ذول اللي هون اسم هم اللي هما شبه جملة جار ومجرور إذن شبه جملة جار وإيش ومجرور إذن شبه جملة جار ومجرور بدأت الآن بحرف جر الآن والاسم المجرور لاحظوا هذا فعل بي هذا فعل بي هذا فعل بي فعل بي أجوراء اسم فعل بي أجوراء صفة فعل بي أجوراء شبه جملة جار ومجرور طب خالد سؤال بالله عليك تفضل أمر أمر يلا الآن هل هو حيجيب لي في امتحان الوزارة شكل زي هيك وأنا أصنف اسم وفعل لا 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 أكيد هذا اللي هون حيمر معنا كله في المادة هذا اللي قدام بس اعرف لي احنا اتفقنا انه بعد حرف الجر اسم مجهور بعد المضاف مضاف اليه الان طب كيف باستخدم وليش باستخدم وشو باستفيد منه حنجيله في وقته يعني مثلا 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 هاي اللي هون معلومة مشتقات خطيرة جدا طب وين المشتقات لما نوصلها على خير وذاتبال انا لحالي حرجعكم على الشغلات هاي ان شاء الله هلأ من الاخر عبلاطة الان نقطة رقمها اربعة ونقطة رقمها خمسة هدول المهمات هلأ ليش هدول اللي هون هدول هدول مهم جدا ليش مهم جدا لانه الحالتين هدول لانهما الان اللي هما الحالتين هدول متعلقاتين الان بايش يا اخواني بالأفعال لهم علاقة بالأفعال فعشان هيك هدول مهم جدا متعلقات بالأفعال طب كيف يعني بالله عليكم هذا فعل لا والله اسم بالله عليكم هذا فعل لا والله صفة بلا عليكم هذا فعل لو الله شابه جملة جار ومجهور إما أربعة وخمسة آه أفعال فعل بي ممكن يتبع بإشي اسمه verb 3 verb 3 حضرات اللي هي pass participle اللي هو اسم المفعول اسم المفعول طب لما فعل بي يتبع بتصريف ثالث بيفيدنا في شيء اسمه المبني للمجهول الآن اللي هو درس passive voice الآن المبني للمجهول طب وين هو الدرس أصبروا أصبروا فعل بي إذا جوارها verb 3 إذن passive voice تعالوا شوف بالله عليكم الآن لو كتبنا هون the novel اللي هي الرواية الآن was was published الآن يعني نشرت مبارح الآن تعالوا يا أهل الخير هون كملها اللي هي يسرد إلى آخر يسرد والله والله إنه هذا فعل بي والله إنه هذا اللي هون verb 3 إذن بيزائد verb 3 هذا اللي هون بيعطينا إشي اسمه مبني للمجهول حتى سبحان الله معناها نشرت الرواية البارحة نشرت الرواية حتى نشرت فعل ماضي مبني للمجهول الرواية هون اللي هي نائب فاعل مرفوع الله يرضى عنكم ويهدي بالكم إن شاء الله إذن هون يا محترمين ويا أهل الخير إذن هذا اللي بنحكي فيه اللي هو الحالة الرابعة إذن أول حالة أفعال فعل بي ممكن يتبع بverb 3 اللي هو تصريب 3 الحالة الأخيرة يا محترمين فعل بي ممكن يتبع ب اللي هو verb ing يعني فعل بيكون بي زائد ing وهذا الكلام اللي هون بيدلنا على درس شو اسمه الدرس اللي هو أزمنة الأزمنة المستمرة الأزمنة المستمرة جاينا لقدام على خير وادات بال مضارع مستمر ومضارعتان مستمر وماضي مستمر وماضي تام مستمر ومستقبل مستمر وإلى آخره الأزمنة المستمرة كلهم فيهم بي زائد ing إذن بي زائد ing زمن مستمر طب كيف يعني زمن مستمر بدها ساعات شرح في حينها بس انتوا اخذوا لبنا الأساس عشان نقدر نبني بناء علمي صحيح الآن لو إجينا حكينا على سبيل المثال الآن they are taking they are taking هم الآن بيأخذوا الآن the exam هم بيدرسوا الآن بيأخذوا اللي هو الامتحان والله والله يا أهل الخير إنه هذا اللي هون فعل بي وهذا اللي هون ing إذن الجملة هاي بتدل على إشي اللي هو إلو علاقة في الأزمنة المستمرة في الأزمنة المستمرة الآن طب خالد بالله عليك نرجع مرة ثانية هل هو هيجيب لي فعل بي هذا اللي هون ويحكي لي لا 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 أكيد لا هذا اللي هون الله يرضى لي عنكم فعل بي ممكن كذا 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 الرابعة والخمسة هاي اللي الآن بدنا نبني عليها بناء صحيح مية بالمية الحالة الرابعة والخمسة إذن فعل بي الحالة الرابعة والخمسة شو لازم نطلع من الشاشة اللي وراي بإنه فعل بي إذا بده يجي بعده فعل هايكون الفعل يا verb 3 يا ing يا أما verb 3 يا ing يا verb 3 يا ing إذن يا verb 3 يا ing يا verb 3 يا ing يا verb 3 يا ing هذا فعل بي إذا بده يجي بعده اللي هو فعل طيب تعالوا يا محترمين خلينا نشوف فعل بي إذن إذا بده يجي بعده فعل شو هيكون الفعل إما ing أو اللي هو verb 3 الآن هذا الكلام بيقودنا لشيء جدا مهم وفي غاية الخطورة الآن شو هو هل فعل بي يا أهل الخير هل فعل بي ممكن يجي وراء verb 1 مستحيل الآن بالله عليكم سألتكم بالله تعالوا على الرجالة هاي أول شي لا تطلعوا ولا على هذا ولا على هذا ولا على هذا لأنه لا هذا فعل ولا هذا فعل ولا هذا فعل طلعوا على هاي وهاي هل هذا verb 1؟ لا هل هذا verb 1؟ لا إذن يلا يا أهل الخير هل فعل بي ممكن يجي وراء verb 1؟ لا هلفعل بي ممكن يجي ورا verb 1 زائد او اس او اي اي اس؟ طبعا كمان لا فعل بي مبيجيش ورا طب هللفعل بي ممكن يجي ورا verb 2؟ طبعا لا اذا فعل بي اذا ابديوا يجي بعدوا فعل شو حيكون الفعل يا ايش يا ايش يا اي ان جي يا ثري يا اي ان جي يا ثري طب متى هاي ومتى هاي وانا كيف بدي اميز؟ حنجي لهم بس مش هاسلة قدام لما ناخذ المبني المجهول لما ناخذ الازمة المستمرة كله حيمر علينا إذن يلا إخواني كل اللي حكيته خلاصته عشر ثواني فعل B إذا بدي يجي بعده فعل شو بدي يكون الفعل يا إيش يا إيش بسرعة يا إي إن جي يا فرب 3 طب هل فعل B بيجي وراء فرب 1؟ لا هل فعل B بيجي وراء فرب 2؟ لا هل فعل B بيجي وراء فرب 1 زائد أسأل لا فعل B إذا بدي يجي بعده فعل يا إيش يا إيش يا إيش يا إي إن جي يا فرب 3 يا هاي يا هاي طيب الآن عشان انتبت المعلومة في بالنا فاتفضلوا الآن أنا معطيكم تصريف الأفعال لأنه لسه ما وصلنا لمرحلة لأننا نحفظ تصريف الأفعال عن غيب الآن طيب هذول اللي هون وهذا اللي هون وهذا اللي هون ماشي تعالوا يا محترمين الآن بالله عليكم شو هذا اللي هون واض طيب متفقين إنه بدي يجي بعدو يا أشي هاشي هكوا يلا حكوا غلطو يا آنجي يا فرب 3 ما خيالات ما في يا هايا يا هاي يا آنج يا فرب 3 رايت هاي فرب 1 غلط لو حطيت واز رايت غلط لأنه واز فعل بي وما بنحطش وراء رايت اللي هو فرب 1 غلط طيب رايت كمان غلط ليش؟ لأنه فعل بي ما بيجي وراء فرب 1 زاد أس هذا فرب 1 هذا فرب 1 زاد أس طيب ريتن ريتن ها والله هايو فرب ثري فعل بي اه ممكن يجولها فرب ثري خليه طب روت مستحيل لأنه روت فرب تو إذن شو الجواب الصحيح هون الجواب الصحيح هو ريتن الآن كتبت القصة البارحة إذن هون الجواب الصحيح ريتن طب خالد أسألك سؤال قبل ما تطلع من هاي الشاشة طبعا بكل سرور طب يا أخي لو جاب لي بالخيارات مثلا اي انجيو فرب ثري أي واحد فيهم بختار حنيجي لشي زي هيك بس مش وقته ليش لأنه لما لا أخذنا الأزمين المستمرة ولا أخذنا المبني المجهول فاصبروا احنا لساتنا تأسيس ومداخل المعندة هيك اللي اتفقنا إذن لاحظوا بالخيارات أنا حاط لك خيار واحد صح مش وقته الآن أحط الخيارين أخربط كل اللي اشتغلنا بسم الله الان the students are for R الان for the final exam right now شو هاي اللي هون إخواني اللي هو R فعل تو B أفعال بي إذا بدو يجي بعده فعل شو حيكون الفعل يا ing يا verb 3 هذا verb 1 زائد S غلط هذا verb 1 لحاله غلط إذن الجواب الصحيح هو R أيش يا حضرات R taking إذن هاي اللي هون زمنها هاي الجملة في حالة الاستمرارية الله يرضى لي عنكم يا رب سألتكم بالله نرجع نحكي مرة ثانية هل فعل بي أهل الخير ممكن يجي وراء verb 1 لا هل فعل بي أهل الخير طبعا فعل بي أي واحد من أفعال بي ممكن يجي وراء verb 1 S أو E S أو I E S طابعا لا طب هل فعل بي ممكن يجي وراء verb 2 طابعا إيش طابعا ولا بالأحمر كمان إذن هذا اللي هون غلط هذا اللي هون غلط وهذا اللي هون غلط تماما إذن فعل بي إذا بدو يجي بعده فعل شو هيكون الفعل يا ing يا verb 3 يا هاذ يا هاذ يا ing يا verb 3 هذا فعل بي إذن إذا بدو يجي بعده فعل شو هيكون الفعل يا ing يا verb 3 يا ing يا verb 3 إذن يلا لخصوني كل اللي اشتغلنا ثلاث كلمات فعل بي إيش بدو يجي بعدها فعل ing أو verb 3 أنا مرة شفت فعل بي يا جوالا يا إخواني inglish doesn't come overnight الإنجليزي ما بندب دب بوحدة أصور شوي بالله عليكم إذن هاي اللي هي الجزئية اللي بدنا إياها يلا جاهزين عشان نكمل بسم الله بسم الله يلا المحترمين يلا الآن هسا إخواني هذا من الأفعال المساعدة الفعل المساعد الثاني الآن طبعا أنا بفضل إنما نروح على الدوسية بنشوف شو فيها لأننا وياكم حنجي لها في الآخر إنتوا شو بتسووا بس تكتبوا هاي اللي هي الشاشات كتابة في الآخر زي مع كتابتكم في الفيديوهات السابقة الآن خلصت مثلا الفيديو الثاني على سبيل المثال اللقاء الثاني بنص صفحة كمل عليها مباشرة لا تروح صفحة اللي بعدها كمل عشان يطلع كله وربعض مباشرة التأسيس تمام يا أهل الخير تمام الآن verb to do بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو الفعل يعمل أو فعل العمل الفعل يعمل أو فعل العمل verb to do الفعل يعمل أو فعل العمل له مجموعة أشكال الآن الشكل الأول إلو اللي هو do الشكل الثاني إلو اللي هو does الشكل الثالث له اللي هو did والشكل الرابع إلو اللي هو done إذن هدول الأربع أشكال اللي هم أشكال الفعل do لاحظوا ملاحظة يا أهل الخير جداً واضح إنه أول حرف دي دي وهذا دي وهذا دي إذن do does did done أصلهم دو يكتب كتب مكتوب كتاب كتتيب كتبنا كتبوا أصلهم كتابا الجذر اللغوي do does did done أصلهم دو verb to do كيف am is or was where be بن أصلهم بي الآن do أصلهم هذول كلهم هذول أصلهم إيش اللي هي الحرفين هذول اللي هم دو طيب الآن إخواني يختلف الاستخدام حسب الزمن والأقسم بالله آيدو صح آيدو صغلط الآن شي دو صح شي دو غلط لا إله إلا الله طب ليش حسب نشوف حسب الزمن وإيش إخواني وحسب الفاعل الزمن والفاعل الزمن والفاعل الزمن والفاعل الزمن والفاعل الزمن والفاعل هاي اللي هون هاي مهمة جداً 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 إذن الاستخدام حسب إيش وإيش؟ الزمن والفاعل تعالوا يا سادة يا كرام نشوف أنا وإياكم شو المقصود في هذا الكلام Pronouns المقصود فيها هاي اللي هي الضمائر الضمائر I, we, you, they, she, it سمناهم هذول اللي هون اللي هما ضمائر ضمائر الفاعل ضمائر الفاعل موقعهم وين هذول؟ موقعهم في بداية في بداية الزملة في بداية الزملة الآن قبل الفعل ولا بعد الفعل يحكوا يلا الآن قبل الفعل إذن قبل الفعل هذول الضمائر ضمائر الفاعل طيب تعالوا لآن على الأزبنا هذا اللي هون بنسميه V1 اللي هو زمن الإيش هذا زمن المضارع هذا اللي هون V2 اللي هو زمن الإيش يحضرات زمن الماضي هذا اللي هون V3 اللي هو هذا اللي هون اسم المفعول اسم المفعول إذن تعالوا بالله عليكم نشوف لو أعطانا الفعل يكتب وحكى لنا صرفه مع الضمار أنا أكتب هو يكتب هو مع يكتب نحن نكتب إلى آخرة طب الفعل اللي بدينا صرفه مش الفعل يكتب الفعل دو يعني مش حكينا قبل شوي آي دو صح آي دز غلط مش هيك حكينا آه طب بما إنا حكينا زي هيك فبدينا نشوف متى هاي ومتى هاي الآن تعالوا هون على آي اللي هون بسم الله الرحمن الرحيم آي في المضارع تاخد دو الآن وي في المضارع تاخد دو الآن يو في المضارع تاخد دو الآن ذي في المضارع تاخد دو الآن هي في المضارع تاخد إشي اسمه دز وشي بتاخد إشي اسمه دز وإت يا حضرات بتاخد شي اسمه اللي هو دز إذن هذول الله يرضى لي عنكم يا رب ويرضيكم دو ودز منهم مضارع هاي المعلومة اللي لازم أطلع منها الآن دو دو زمانهم مضارع تعالوا بالله عليكم على العمود الثاني الماضي من دو دد الماضي من دو دد الماضي من دو دد إذن الماضي منهم كلهم إيش اسمه هذا إذن دد على وزن جد سيد بابا تعبابا ماضي ماضي دد إذن دد زمانها ماضي إذن لما أشوف دد إذن المفروض زمنها ماضي طيب الآن الاسم المفعول منهم كلهم إشي اسمه إيش اللي هو دن إذن دن هذا اللي هو الفرب الثري أو اسم المفعول متى باستخدمه كيف باستخدمه ليش باستخدمه كله حندينه في توقيته المناسب طيب تعالوا بالله عليكم خلينا نشوف حش الآن اتفقنا أنه لاستخدام حسب إيش وإيش يحكوا معاي الزمن والفاعل أي شو بتأخذ هون بتأخذ دو طب هي شو بتأخذ دز سبحان الله مرة دو مرة دز ليش لأنه الفاعل اختلف طب ليه بنحكي مرات I do مرات I did آه لأنه هون الزمن اختلف إذن الاستخدام حسب إيش وإيش يا حضرات حسب الزمن والفاعل حسب الزمن والفاعل حسب الزمن والفاعل حسب الزمن والفاعل إذن الاستخدام حسب الزمن والفاعل زي ما حكينا عنها فعل بي ليش بحكي أنا أكتب وأنا كتبت الزمن اختلف ليش بنحكي أنا أكتب وهو يكتب ليش حسب اللي هو الفاعل إذن حسب الزمن والفاعل دو ده الزمن هم مضارع طب آي يا أخي أخذت دو طب ليش ما تنحسب زي المفرد آي في أغلب حالاتها تعامل معاملة الجمع بس مش دائما حنجي لها خطوة خطوة الله يرضى لي عنكم يا رب ويهدي بالكم طيب هلأ محترمين 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 الآن هذا الكلام لازم يقودنا للشاشة المهمة جدا اللي بعدها وهي ملاحظات في غاية الأهمية على الرغم من أن دو دزل اثنين مضارع بس واحد فيهم الرئيسي الآن أخواني شخص عمره تسعين سنة وشخص عمره واحد وتسعين الاثنين كبار في العمر بس واحد أكبر من الثاني واحد وتسعين دو دزل اثنين مضارع بس مين البيس مين الأساسي منهم دو والدليل اسمه verb to do إذن دو هو الرئيسي verb to be إذن be هو الرئيسي verb to have have هو الرئيسي إذن دو الله يرضى لي عنكم هو الرئيسي verb to do هو الرئيسي verb to do هو الرئيسي إذن دو دز في زمن المضارع إلا أن المجرد أو الرئيسي أو البيس منهما هو إيش يا حضرات اللي هو دو بالله عليك أنت لما تحكي verb to أيش اسمه verb to do إذن دو هو الرئيسي طب شو بستفيد من هاي المعلومة أصبروا ثواني أصبروا أول فعل بعد أفعال دو يكون مجردا بيس مجرد بدون ولا أي زيادات شو اللي هو الفعل المجرد إخواني هو التصريف الآن اللي هو التصريف الأول من الفعل التصريف الأول من الفعل الآن بدون أي زيادات هذا اللي هو المجرد اللي هو التصريف الأول من الفعل بدون أي زيادات تعالوا بالله عليكم عشان بس يعني نطلع من هاي بطريقة صحي. هلأ لو جينا ما حكينا الآن عندي الكلمة هاي مرات أشوفها هيك الآن مرات بشوفها هيك الآن مرات بشوفها مثلا هيك ومرات بشوفها هكذا الآن تعالوا مين من هذول مجرد بالله عليكم والله يا حضرات إنه هذا اللي هون هو الفعل المجرد إذن الفعل المجرد اللي هو أي تصريف اللي هو التصريف الأول بدون زيادات لا مع اس ولا اي اس ولا مع اي دي ولا تصريف ثاني ولا تصريف ثالث ولا اي ان جي ولا 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 اشي بالمرة هلالقاعدة شو بتحكي لنا اول فعل بعد افعال دو لازم يكون مجرد هلالطالب صح زقرت بمعنى الكلمة لازم نربط الاشي اللي اخدناه قبل شوي مع الاشي الجديد فعل بي اذا بدو يجي بعده فعل شو هيكون الفعل يا اما اي ان جي يا اما ايش يا حضرات فرب ثري يا اي ان جي يا فرب ثري اذا فعل بي اذا بدو يجي بعده فعل شو هيكون الفعل يا اما اي ان جي يا اما فرب ثري طيب الان افعال دو ايش بدو يجي وراها الفعل بدو يجي وراها الفعل بيس اللي هو مجرد يعني هاي 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 المعلومة هاي زي اسميكم بالله عليكم فعل بي وراه اي ان جي او فرب ثري وافعال دو شو بيجي وراها بيس اذا بي اي ان جي او فرب ثري وافعال دو بيجي وراها اللي هو الفعل بيس مجرد طيب هاي المعلومة تمام تمام على لو سأل سؤالين ثلاث أربعين بدي أسأل سؤالين أو ثلاث على الفيديوهات السابقة والطالب اللي بيجاوبني ثلاث أسئلة بتجاوب على الثلاث وضعك هيك جاوبت على اثنين أو واحد ارجع عيد الكل اللي اشتغلت عادي جدا عادي جدا أكتشف أنه فيه إشكالية في البداية وعالجها أفضل من أمشي نص المادة واكتشف أنه كل اللي دارسه غلط الان بسم الله الرحمن الرحيم المصدر يعامل معاملة اسم ولا فعل ومفرد ولا جمع اسم مفرد اسم مفرد طيب الان معلومة ثانية اي فعل بدني يبدأ حوله من فعله اسم شو بضيف له ING حلو المعلومة الثالثة أعطيني التصريف الثالث من أفعال ب بن اللي جاوب الثلاثة دول هيك وضعك أنا بطم منك هيك 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 طيب تعالوا يا محترمين خلينا نشوف هاي الجمل اللي هون بسم الله They didn't fall out the points cleverly yesterday هلا نونوتس لاحظوا يا محترمين ويا محترمات انه هون في عندي didn't هلا في جزء من الطلاب بربط ربط غلط بيقولك didn't ماضي هي ماضي صح معنى تحط وراها دور على ايدي الحمد لله اني مش حد بالخيارات يا رب لك الحمد والشكر الآن غلط اكيد بعد افعال دو بيجي فعل مجرد بدون ولا اشي هذا زاد عليه اشي غلط هذا زاد عليه اشي غلط اذا الجواب هو demonstrate شو معنى demonstrate يوضح يشرح يبرهن الان demonstrate cleverly بذكاء 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 طيب الان they didn't demonstrate the points cleverly yesterday ماشي she doesn't فراغ رايس الان doesn't من افعال دو الان دو does did افعال دو شو بديجي وراها base مجرد المجرد اللي هو eat اذا she doesn't eat rice هي ما بتاكل رز she doesn't eat rice طيب هلا ممكن يكون سؤال عادي ما بفرق معي شو هاي اللي هون did اول فعل بعدها شو لازم يكون base مجرد من هذول اللي هون اللي هو ايش ask اذا did he ايش يا حضرات did he اللي هو ask any question previously previously هاي بمعنى مسبقا احفظوها الكلمة فخمة جدا previously مسبقا previously مسبقا اذا did he ask الان تعالوا نحل السؤالين هذول ثلاثة اسئلة واحد اثنين ثلاث الان عندي فراغ اثنين ثلاث اربعة من الاخر وعبلاطة اذا حليت من الاربعة اثنين بتكونوا كويس حليت ثلاثة او اربعة صلاتك يا نبي ما حليت ولا واحد برجع عيد كل اللي درسته اه ارجع انت عكل الجهات حترجع وتعيدوه لكن الان يعني اعادة هيك وانا من حر انه ليش ليش طلعوا عندي غلط عادي جدا ما فيهاش ارجع وعيد كثرة ادمان النظر في الكتاب يلا هذول الجمل مش قلال ابدا الان he doesn't فراغ his homework skillfully الان doesn't من افعال دو افعال دو حيجي وراها بيس هلا فيه جزء بيقولك doesn't does ع نفس الوزن doesn't طبعا مصيبة غلط اكيد الان افعال دو حيجي وراها الفعل بيس بيس من هذول اسمه شو كان قبل شيفر to do اذا الرئيسي هو ايش هو دو الان طالب الان بيقولك طب ما هي هي لا اله الا الله طب هاي اللي هون شو بتسوي وراها لازم يكون بيس شو المجرد من افعال دو هو دو اذا هون دو شوف هون كيف خالط الان الجزئتين اللي اشتغلناهم هذا من افعال ايش افعال بي افعال بي شو اتفقنا بيجي بعدها يا 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 اي ان جي ياغرب الثري اذا هون الجواب هو طب افرض كان بالخيارات اللي هو دن وهذا يا عمي حكينا نصبر شوي مش وقت مش وقت اذا نفعال بي اي ان جي او ضرب الثري طيب هلأ تعالوا على هذا اللي هون دونت من افعال دو مش هيك افعال دو شو بيجو وراها بيس مين من هذول البيس اللي هو بي اذا دونت بي لا تكن افريد اف معناها خائف من ايش فراغ مستيكس مستيكس اخطاء مستيكس اخطاء اخطاء طيب الآن اف هذا حرف جر في اول لقاء كان لنا بعد حروف الجر المفروض يكون ايش هون اللي هو اسم طبعا الآن حيمر علينا لما نضيف اي ان جي لفعل ينتهي بي في بعض الحالات نحذف ال اي والله والله حيمر خليه بس همشي انه النية عندك تكون صح انه اي ان جي اذا بالله عليكم تعطوني خلاصة لكل اللي اشتغلنا خلاصة اللي اشتغلنا يا اهل الخير هيها الخلاصة تكمن في فعل بي حييجي وراء ايش يا اي ان جي يا فربي ثري وافعال دو حييجي وراها الفعل مجرد واذا كنت طالب صح ترجع الآن نتعيد كل اللي اشتغلته من بدايته مع حفظ الكلمات الجديدة اللي قاعدة بتتكرر هيك الطالب اللي ازقرت بيكون يلا يا اهل الخير يلا هسا شو المطلوب بنا تتفضلوا بعد اذنكم تكتبوا هالفيديوهات هاي الشاشات بسم الله بسم الله سموهم عاد زي ما أنا مسميهم اللقاء الاول اللقاء الثاني اللقاء الثالث واذا حابين هاي تكتبوها موضوع راجع لكم الله يسعدكم يا رب الآن هنلتق ان شاء الله اللقاء اللي بعده وضروري جدا بالأمانة تخبروني عن مدى الاستفادة والآن مراجعتكم للأشياء هاي ان شاء الله تعالى انها بتفيدكم يا رب هلنجحز حالنا ان شاء الله حماس مليار للفيديو اللي بعده بس قبل ما تجهز حالك شو بدك تسوي بدك ترجع تشايك على كل اللي اشتغلنا مع بعض تمام ياهل الخير تمام سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعطيكم ألف ألف عافية بالتوفيق ان شاء الله والتيسير يا رب